بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة أرحب بكم في درسنا لهذا اليوم ودرسنا بعنوان موارد من الماضي أهداف درسنا لهذا اليوم استنتاج مفهوم الأحفورة ثانيا شرح طريقة تكون الأحافير ثالثا التمييز للأحافير بين أنواع الأحافير المختلفة ورابعا بيان أهمية الأحافير كأدلة على الحياة القديمة على الأرض وخامس أهدافنا هي توضيح أن الوقود الأحفوري يعد مفيدا وموردا غير متجدد للطاقة انظروا إلى هذه الصورة ما هذا المخلوق؟ أين كان يعيش ومتى؟ استعمل العلماء مثل هذا المخلوق دليلا لدراسة الحياة والمخلوقات التي كانت تعيش في الماضي السحيق ما الأدلة الأخرى التي يمكن أن تفيدنا في معرفة ماضي الأرض؟ توجد أدلة يمكن أن تفيدنا في معرفة ماضي الأرض مثل طبعات الأقدام وآثار زحف الحيوانات الأحفورة الأحفورة عبارة عن مخلوق حي أو أجزاء منه أو آثاره وقد تحجرت وبقيت دليلا على أن مخلوقا ما كان يعيش في الماضي السحيق طريقة تكون الأحافير تم العثور على معظم الأحافير في طبقات الصخور الرسوبية حيث إن الرواسب قد غطت بقايا النباتات والحيوانات التي كانت تعيش في وقت ما من الماضي السحيق ودفنتها وعند تحجر تلك الرواسب وتحولها إلى صخور تحولت هذه المخلوقات الحية بدورها إلى أحافير وعند موت النبات أو الحيوان فإنه سرعان ما يتحلل أو تؤكل أجزاؤه اللينة لكن العظام والأسنان والأصداف تبقى فترة طويلة وتشكل الأحافير العظام والأسنان والأصداف ويمكن أن تحفظ المخلوقات الحية بكاملها في المناطق المتجمدة وكذلك الحشرات والعناكب قد تحاصر في المواد اللزجة التي تفرزها الأشجار لتشكل مادة الكهرمان عند تصلبها وتحفظ أو تحفظ المخلوق الحي كما في الصورة التي نشاهدها في هذه الصورة نلاحظ هنا أن جسم المخلوق الحي محفوظ في مادة الكهرمان ونلاحظ هنا أن النبل هذا المحفوظ في مادة الكهرمان يبدو كالنمل في هذه الأيام مع أنه مخلوق حي قديم جدا عاش في ماض سحيق من الزمن البعيد جدا 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 نجيب الآن عن الأسئلة التالية أي من الآتي يمثل المفهومة الصحيحة للأحفورة؟ هل الأحفورة هي مخلوق حي أو أجزاء منه أو آثاره تحجرت وهي دليل على وجود مخلوق ما يعيش في الحاضر في وقتنا الآن أم أن الأحفورة هي مخلوق حي أو أجزاء منه أو آثاره تحجرت وهي دليل على وجود مخلوق ما كان يعيش في الماض السحيق أم أن الأحفورة هي مخلوق حي دقيق جدا تحجر ويدل على طبيعة معيشته في الماضي السحيق طبعا الإجابة هي الإجابة باء أن الأحفورة هي مخلوق حي أو جزء منه أو آثاره وقد تحجرت وهي دليل على وجود مخلوق ما كان يعيش في الماضي وليس في الحاضر كان يعيش في الماضي السحيق السؤال الثاني كيف يستفيد العلماء من الأحافير تزود الأحافير العلماء بأدلة تساعدهم على تعرف الماضي فمن خلال الأحافير استطيعوا العلماء أن يتعرفوا على الماضي السؤال الثالث هل هذه العبارة هي حقيقة أم رأي وجد العلماء آثارا لمسارات الدينصورات وبدراسة آثار أقدامها عرفوا كيف كانت تعيش هل هذا الكلام حقيقة أم رأي طبعا هذه عبارة عن حقيقة فمن خلال دراسة مسارات الدينصورات عرف العلماء كيف كانت تعيش هذه الدينصورات السؤال الرابع في أي نوع من الصخور تم العثور على معظم الأحافير هل تم العثور على الصخور أو على الأحافير في الصخور البازلتية أم الصخور المتحولة أم الصخور النارية أم الصخور الرسوبية طبعا الجواب هو الصخور الرسوبية السؤال الخامس كيف تبقى بعض المخلوقات الحية محفوظة بكاملها كأحفورة؟ طبعا هذا ما حدث لبعض المخلوقات الحية التي كانت تعيش في المناطق المتجمدة وكذلك الحشرات والعناكب التي قد تحاصر في المواد اللزيجة التي تفرزها الأشجار وعندما تتصلب هذه المواد تشكل مادة الكهرمان الصلبة التي تحفظ المخلوق الحي أنواع الأحافير سنتحدث الآن عن الأنواع المختلفة للأحافير أولا القوالب والنماذج والطبعات أولا القالب تترك الأصداف أحيانا وراءها أحافير تعرف بالقوالب والقالب هو تجويف له شكل محدد يتكون عندما يتسرب الماء داخل الصخري ويزيل صدفا متحجرا داخله ثانيا النموذج إذا تجمعت معادن أخرى وملأت القالب فإنها عندئذ تكون نوعا آخر من الأحافير نسميه النموذج والنموذج هو أحفورة تتكون أو تتشكل داخل القالب أما بالنسبة للطبعة فإن بعض المخلوقات تترك آثارا تدل على وجودها تعرف بالطبعات والطبعة هي كل علامة أو أثر يحدثه المخلوق الحي ومنها آثار الأقدام وطبعات أوراق الشجر فقد تكون غائرة أو قد تكون سطحية ثانيا من أنواع الأحافير هي الأحافير الصخرية تتحجر العظام والخشب مع مرور الزمن وعندما تتسرب المعادن ببطء إلى داخل شجرة أو حيوان ميت تحل محل ما بداخله وعندها يتحول المخلوق الحي إلى أحفورة صخرية صلبة ونلاحظ هنا ساقة شجرة متحجر بسبب أن المعادن تسربت إلى داخل هذه الشجرة نجيب الآن عن الأسئلة التالية السؤال الأول كيف تعرف العلماء الدينصورات؟ درس العلماء عظام الأحافير وطبعات أقدامها فوجدوا أن طبعات الأقدام والأسنان والعظام الكبيرة أدلة على دينصورات ضخمة جدا عاشت في الماضي ومن خلال هذه الأدلة تعرف العلماء على الدينصورات السؤال الثاني أي مما يلي يعد أحفورة صخرية؟ هل طبعة قدم دينصور تعد أحفورة صخرية؟ أم أحفورة ثلاثية الفصوص؟ هل هذه تعد أحفورة صخرية؟ أم ساق الشجرة المتحجر؟ طبعا الجواب هو ساق الشجرة المتحجر لأن المعادن تسربت بداخله فأصبح أحفورة صخرية صلبة السؤال الثالث ما اسم التجويف الذي تتركه الأصداف وراءها في الصخر؟ هل هو النموذج؟ أم الطبعة؟ أم الأحفورة الصخرية؟ أم القالب؟ قلنا التجويف الذي تتركه الأصداف وراءها في الصخر الجواب هو القالب ما هي أهمية دراسة الأحافير؟ سنتعرف الآن على أهمية دراسة الأحافير يستعمل العلماء المجاهرة وأجهزة الحاسوب المتقدمة لتعرف أشكال الحياة على الأرض فعندما يدرس العلماء الأحافير فإنهم يدرسون في الوقت نفسه الطبقات الصخرية التي يبحثون فيها عن تلك الأحافير ثم يقارنون بينها وبين المخلوقات الحية المشابهة والأحافير الأخرى في الطبقات الصخرية نفسها توفر لنا الأحافير أدلة على التغيرات التي طرأت على الأرض عبر الزمل وتوصل العلماء من خلال دراسة الحفريات إلى أن مناخ الأرض في الماضي كان أكثر دفئا ثم في وقت آخر كان أكثر برودة الوقود الأحفوري ما هو الوقود الأحفوري؟ الوقود الأحفوري هو مصدر من مصادر الطاقة وقد تشكل قبل ملايين السنين من بقايا النباتات والحيوانات التي دفنت في باطن الأرض وهو مورد غير متجدد أي أنه ينقص بالاستعمال وينفد ولا ينتج في الطبيعة إلا بعد ملايين أخرى من السنين ونحصل على الطاقة من الوقود الأحفوري عن طريق حرقه حتى تتحرر هذه الطاقة ونستفيد منها وهذا يعني استهلاك هذا المورد ونشاهد في هذه الصورة هذه الآلة التي تقوم بضخ النفط من باطن الأرض ما هي بدائل الوقود الأحفوري؟ من بدائل الوقود الأحفوري هو المورد المتجدد حيث أن الأرض توفر لنا هي والشمس موارد متجددة للطاقة والمورد المتجدد على عكس المورد غير متجدد لا ينقص مع الاستعمال وأيضا لا يستنفد لا ينتهي ويمكن إنتاجه مجددا والحصول عليه من الطبيعة باستمرار مثال على الموارد المتجددة الشمس مصدر يزودنا بالطاقة كل يوم ويمكننا الحصول على الطاقة من أشعتها بأدات خاصة تسمى الخلية الشمسية مثال آخر على الموارد المتجددة وهي الرياح والرياح من مصادر الطاقة المتجددة وتساعدنا طواحين الهواء على الاستفادة من هذه الطاقة أيضا من المصادر المتجددة للطاقة هي المياه الجارية هناك طواحين تعمل بطاقة المياه الجارية أيضا وهي مصدر متجدد للطاقة أيضا يمكننا الحصول على الطاقة من خلال حركتي المد والجزر في مياه البحار والمحيطات بالإضافة إلى ذلك يمكن الحصول على الطاقة الحرارية من باطن الأرض كل هذه أمثلة للطاقة المتجددة الآن نجيب عن هذه الأسئلة حدد أي العبارات التالية حقيقة وأيها رأيه العبارة الأولى الوقود الأحفوري يختزن الطاقة هل هذه حقيقة أم رأيه أما العبارة الثانية تقول يجب علينا التوقف عن استعمال الفحم فأي هذه العبارات حقيقة وأيها رأيه العبارة الأولى حقيقة لأن الوقود الأحفوري ينتج عن بقايا المخلوقات الحية التي تحتوي على طاقة مختزنة وتتحرر هذه الطاقة عند حرق الوقود أما العبارة الثانية فهي رأيه لأنها لا تقدم شيئا يمكن إثبات صحته السؤال الثاني أذكر ثلاثة مجالات يستخدم فيها الوقود الأحفوري في حياتنا اليومية ثلاث مجالات نستخدم فيها الوقود الأحفوري في حياتنا اليومية لدينا على سبيل المثال وسائل النقل مثل السيارات والطيارات وغيرها من وسائل النقل وأيضا توليد الطاقة الكهربائية وأيضا المصانع كل هذه المجالات نستخدم فيها الوقود الأحفوري في حياتنا اليومية السؤال الثالث أي الموارد الآتية متجدد؟ هل الفحم يعتبر موردا متجددا؟ أم الألماص؟ أم الفضة؟ أم الرياح؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي الرياح حيث أن الرياح هي من الموارد المتجددة للطاقة السؤال الرابع اقرأ الرسم البياني المجاور ثم أجب عن السؤالين الآتيين السؤال الأول ما أشكال الوقود الأحفوري التي يبينها هذا الرسم البياني؟ من أشكال الوقود الأحفوري الفحم الحجري والنفط الذي هو هنا يعبر عن البترول والغاز الطبيعي ثانيا أي موارد الطاقة زود هذا البلد بأكبر قدر من الكهرباء؟ وأيها أقل؟ طبعا من خلال الرسم البياني نلاحظ أن الفحم هو أكبر مزود للطاقة حيث زود هذا البلد بخمسين بالمئة من الطاقة وأما البترول فهو أقل مزود حيث زوده فقط بثلاثة بالمئة من الطاقة أعزاء الطلبة وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم أشكركم على حسن انتباهكم إلى أن نلقاكم في دروس قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته